باشرت الإدارة العامة لدفاع المدني والإدارة العامة للمرور ومديريات الشرطة بالمحافظات وشرطة النجدة على مدار يوم أمس ما يزيد عن 479 بلاغا تتعلق بتداعيات موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد وقامت إدارة العمليات بتفعيل خطة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة واتخاذ إجراءات ميدانية ساهمت في تسيير الحركة المرورية ومعالجة التداعيات المترتبة على سقوط أمطار الخير كما قامت الدوريات بتنظيم الحركة المرورية في بعض الطرق التي شهدت تجمع مياه الأمطار من جانب آخر حرصت الإدارة العامة للإعنام والثقافة الأمنية على بث رسائل توعوية من خلال حساب وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تدعو إلى التزام سائقي البركبات بالقواعد المرورية في ظل الأجواء الماطرة ترجمة نانسي قنقر